السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم وتلبية الطلب غد نشارك معكم مجموعة من الوصفات الخاصة بالدخول المدرسي فاليوم ان شاء الله غد نشارك معكم قالت الحليب او للبويو او للبويوس كيف معروف الشمال بكمية اللي هي لا بأسة بها ببيضة واحدة فقط وكيجي خفيف كيجير طبول اكيد كيجي لديده احسن من لك تشيرو بطبيعة الحال مع طريقة الاحتفاظ بها مده اللي هي طويلة انتمنى الفيديو ان الاعجاب لكم ونطوش عليكم نزل مباشرة المقادر وطريقة التحضير ونبدأوا على بركتي الله هنا بالمكونات فهذا يحتاج كيف العادة حبة واحدة ضيان البيض دائما من الحجم الكبير وبدراجة حرارة الغرفة كأس ديال سكر حبيبات ما يعادل 150 جرم كأس ديال الحليب بدراجة حرارة الغرفة ما يعادل 160 ميلي كأس ديال زيت نباتية كذلك ما يعادل 160 ميل لتر نحتاج نصاش ديال الفانيلا كيس واحد ديال خميرة الحالويات من فئة 7 جرم جدي الملاعق كبار ديال المربع السائل او لو ممكن تعوضهم بالعسل بطبيعة الحال وعندي هنا كمية من الدقيق الأبيض دائما نوعية جيدة خاصة بالحلويات ونقول لكم بالضبط الشحل ستحتاجه في الدقيق فعلى بركتي الله نبدأوا بالطريقة طريقة اللي هي سهلة كيف العادة نأخذ هنا واحد البول ونضع فيه الحبة ديال البيض دائما نعود نأكد البيض من الأفضل يكون بدرجة حرارة الغرفة نضيف عليه الفانيلا والقبيصة ديال الملحة ونضيف اليهم كأس ديال السكر والكأس ديال الحليب ونخلط مزيان مزيان هنا إذا توفروا عندكم القشور ديال الحامض فاضيفوه من الأحسن كأعطي واحد منكها زوينة بزفزف من بعد ما كنخلطهم مزيان وكنحس بأن نذوبت شوي وحويبة السكر كنضيف الملعقتان ديال المربة السائل والكأس ديال الزيت مباتية وبنفس طريقة كنخلطهم مزيان حتى كنساجموه هنا سنبدأ بإضافة الدقيق زائد الكيس واحد ديال الخميرة للحلويات بالنسبة للدقيق فدائما دقيقنا ايه جيدة خاصة بالحلويات بطبيعة الحال وعبرت انا هنا 330 جرام وهي ثلاثة الكؤوس ديال كسان ديال العنبه ممسوحين انا كيف لاحظت معايا ضفصة يعني تقريبا واحد الكيمية ديال 300 جرام عاد من بعد ضفصة ديال الكيمية اللي تبقت دائما دقيق ضيفه بالتدريج على حسب الحجم ديال البيض اللي استخدمته ولكن عادة كنستخدم ثلاثة الكؤوس ديال الدقيق كنتحصل على قوام اللي كيف كتشوفوه كيكون تقيل واحد شوية او لنوعا ما خليط ديال الكيك اللي كاتعرفوه فلاحظوا معايا هذا هو القوام دياله كيكون شي شوية تقيل يعني ماشي قاسح بزف وكذلك متخليموش خفيف بحال خليط ديال كيك باش ما يسيحش لكم مع الجوانب من بعد قدي ناخذ واحد القيمة ديال تقريبا ثلاثة الملعق كبار ديال هاد الخاليط هذا وقد نضيف له ملعقة صغيرة ممتلئة او لكيس ديال عفوان ديال الكاكاو المور وقد نضيف كذلك واحد الملعقة ديال الحليب غير باش ما يتقلش لي الخليط كتر من لازم كان خلط مزيين ديال حتى كتنسجم لي ذاك الملعقة ديال كاكاو مع الخليط سافي هنا غدي ناخذ واحد الكيس بلاستيكي او للبوش جوتاب اللي عندكم ماشي ضروري يكون هكا بوش جوتاب مهم بلاستيك يعني غير البلاستيك الخاص بالتلاجة كذلك بالنفس طريقة غدي تعمروا الخليط ديالكم غير باش يسهل لكم العمل بطبيعة الحال وغدي تخدموه بسهولة وبسرعة بطبيعة الحال فمن بعد ما عمرت الخليط وكذلك الخليط ديال كاكاو كذلك نوجدوه نعود كدره غير بلاستيكي ديال دلاجة كافية وتفي بالغرض كنقطع واحد الجهة اللي تكون هكا غير صغيرة كيف كتلكم باش تحكموا في الخليط ديالكم وتشكلوه بأريحية ويكون عندكم هكا تكون عندكم خدمة من الدماء ومقادة فكنقطع كيف شماعية غير واحد جهة اللي هي صغيرة وكنبقا كندير هات الشكل هادا بالنسبة لكم اتما يعني لما قدرتوش انكم تحكموا في الشكل كاتتاخدوا واحد قطعة كارتونية وكاتترسمو عليها بالقلم او لبس تيلو يعني هتا كاتتقدو الشكل اللي بغيتو ديال بويوز ديالكم ومن بعد فانتوما كات يعني كاتتتقو ترشمو عليها هكا فوق الورقة ديال الطهي مال افضل انكم تستخدموا ورقة طهي مع انهم ماشي ضروري فهذا الوصفة كاتتترسموه بالقلم ومن بعد كاتتقلبو الورقة ديال الطهي وكاتديرو مالجيها اللي مقلوبة وصفو كاتتبقوا تشكرو حتى كاتتكملو الكيمياء الكاملة من بعد فانا غدي بناخد هاد الخليط اللي درنا في الكاكاو كدلي وكندير واحد تقو بلي هو رقيق وكندير خطوط بهذا الشكل هادا ومن بعد غدي بناخد واحد الكيوتو او ماسي كيكو وكاتديرو هكا الخطوط العادية خطوط اللي هما غادين جايين بالنسبة للزين فكيبقى اختيارين اليوم اقترحت لكم هاد الشكل كذلك اللي كيجي هكا في القالة ديال الحليب كما ممكن انكم تخليوهم سامبل يعني ما تديرو فيهم حتى شي حاجة كما ممكن انكم ترشع لهم الكوكاو او للوز ايفيلي اللي بغيتو انا قدي استمر بغير هاد الشكل هادا قدي ندير كل شي بهى الطريقة هادي وابweh辰 قدي ندخلهم الفران البياء يكون مسخنا من قبل بنسبة للفورن كهربائي لانتكم كيش لعل من الاعلى و من الاسفل كيبقى بالاحسن كالتنار مهيلة وحلى 180 من الاعلى من الاسفل في نفس المPE وثمانين درجه ملة ما بين عشرة حتى 18ли الثلاثنة اعفون كحدين اقصى وبنسبة لفرن دي الغاز كذلك اللي كيشعلان انتكم من الاعلى ومن الاسفل فنفس الطريقة ولي كيشعل غير من الاسفل مشي مشكلة فهنا من بعد ما طيبتم كيكتلكم من الاعلى ومن الاسفل كي ياخدوا معي كحدين اقصى 12 دقيقة هذه هي الكيمية كاملة اللي حضرت فالمكونات اللي عادة كيخرجوا 28 قطعان اللي وماذا تمشي شوية كبر فتحصلت على 27 قطعام ونفصيلة من بعد ما كيبردوا فانا كنحاول اناني نلاقي كل جوش هكا قد قد حاولوا انكم يعني القطع بما اننا يعني ماذرناش واحد الرسم اللي هو محدد قدرنا دك شيعين نميزان كيف كنقولو فانا كنحاولوها كما بعد ما كيبردو كنناخد قطع ليكونوا مقاددين هكا مع بعضياتهم حتى في الشكل ديهم من بعد كيجيزوين من بعد ما كان قادل قطع كاملين كنناخد انا هنا شوية دي المربة السائل بالنسبة للمربة هذي النوعية اللي كنستخدم اللي كتسونين دائما هنا بطبيعة الحال انا قد ندير المربة السائل دي الميش ميش ممكن ديروا دي الفريز كما ممكن انكم ديروا الشوكولاتة الخاصة بالدهن او لا اي كريمة متوفرة عندكم انا قد نستمرها كغير بالمربة بطبيعة الحال هكا قد تبع الوصفة قد تكون عادة غير بالمربة دي الميش ميش فاحنا قد نكتافيو كذلك بنفس الحشوة قد نكمل كمية كاملة وهذا هو الشكل النهائي دي لها كتجي اكتر من رأيها صدقوني ان الوصفة شبيهة بالوصفة اللي كان ناخده من على برة واحسن صراحة كتجي رطباء كتجي فتية كتجيه شيشة ما فيها شريحة الدسفوريات البيض نهائيا غير هو دائما كان نعود نصحكم البيض دائما حتي تفكاكم زيان مزينو يدوب شويو حبيبة سكر عاد خدموا المكونات سواء في الكيك او لو الحلويات هذا هو الشكل دي لها من بعد ما قسمتها هكا القسمين شوفوا معي كيفش كتجي اسفنجية من داخل كتجي رطباء وكتجي خفيفة قالت لي كيجي اكتر من رائع كيبغيه الكبير قبل الصغير وصفة اللي هي قديمة متوارتة وفعلا كتجيها الى هكا سواء بوحدها سواء خديتوها كنتو ما الكبار هكا في القوتيل شي مع القهيوة ولا مع كبير زيانتي الوليدات كتعجبوهم هكا مع الرايب ولا الياغورت ولا الياغورت السائل يعني شي حاجة اللي هي طب طب بسيطة ويوينة بزف بزف ومتأكدى هاد الوصفة هادي اللي جربتوها هادي تفقوا ديما ديما تصايبوها لوليداتكم او لا ريوسكم هكا في الفطور او لا في القوتيل وبالنسبة لطريقة الاحتفاظ فانتم ما غادي تديرها كياما في بلاستيكا ياما في علبة اللي هي محكمة الاغلاق في هاد الشكل هذا ومبعد تحتوها في تلاجة المدة كتبقى ما بين اسبوع تلعشرة ايام وعفون كتبقى في نفس القوام ديالها فان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبوكم وإلى عجبتكم فما تنسوش ترجعوا تخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق في طابعة الحلقة خليوا لي اللايكات ديالكم للتشجيع وإلى كنتم من الناس لأول مرة يشاهدوا القناة فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا جرس تنبيهات بجتوصلوا بجديد الفيديوهات بدك انكم وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرين شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة